تفقدها الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهني لقوات المسلحة التي تأتي في إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التعليمية والتدريبية التي تنفذها القوات المسلحة ونقل رئيس أركان حرب قوات المسلحة تحياتي والتقدير الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمعلمين والمتدربين مشيرا إلى حرص القيادة العامة لقوات المسلحة على متابعة المنظومة التعليمية والتدريبية لتنمية مهارات الفرد المقاتل كما قامها الفريق أسامة عسكر بالمرور على عدد من الأجنحة التعليمية لمختلف التخصصات التي تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات لأساليب التعليم المتطورة كما ناقش عددا من المعلمين والمتدربين في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفني للأسلحة والمعدات